تتوسع رقعة الاشتباكات العنيفة في السودان وتتصاعد حدة الاقتتال ومعها ترتسم كارثة نسانية ارتداداتها تتجاوز حدود البلاد نحو الدول الجوار في القرن الافريقي اشتباكات متجددة تمركزت في مناطق بشمال وغرب العاصمة السودانية الخرطوم استخدمت فيها اسلحة خفيفة وثقيلة غير ان احياء امدرمان القديمة كانت مصرحا لاشد المعارك ذروة قبل ان تمتد الى محيط سلاح المهندسين احد مقرات الجيش السوداني الاستراتيجية في حين تحدث الجيش السوداني عن تنفيذ عمليات وصفها بيان القوات المسلحة بالنوعية والناجحة ضد جيوب قوات الدعم السريع في مدينة امدرمان غربي العاصمة الخرطوم لا سيما في احياء المهندسين والعودة وحمد النيل حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحري لكن لم تؤثر على مجرى العمليات ولا علاقة لها بالاعداد الكبيرة التي وردت ببيان الميليشيا المتمردة التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب من جهتها قالت قوات الدعم السريع في بيان ان قواتها تصدت لهجوم على مواقع تمركزها بمدينة بحري في محورين من ناحية حطاب والاخر باتجاه الجسر الحلفية تمكننا من صحق قوات الجيش بالكامل والاستلاء على 130 مركبة بكامل عتادها بالإضافة إلى الاستلاء على عدد من الآليات العسكرية وأسر العشرات من أفراد الجيش منهم ضابط برتبة عميد روكن ومقتل مئات جثثهم متناثرة في الطرقات ضمنهم قائدان برتبة لواء بالتزامن مع الوضع الميداني المتدهور والأنباء التي تتحدث عن إبادة في غرب دارفور أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن شروعي في تحقيق بشأن مزاعمة تفيد بمقتل 87 مدنيا غرب الإقليم في وقت حذرت منظمات حقوقية من تفاقم الوضع الإنساني في السودان وكشفت عن وجود أدلة تؤكد احتجاز أكثر من 5000 شخص في ظروف غير إنسانية بالخرطوم ضمنهم 3500 مدني تدخل المعارك في السودان شهرها الرابع وقد تخطت حصيلة الاشتباكات 3000 قتيل غالبيتهم مدنيون ونحو ثلاثة ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم ترجمة نانسي قنقر